قالوني هنا أرجع لدكتور هشام على مسألة بقى المكتسب الاقتصادي احنا من يوم 12 لحد هذا اليوم وعندنا من يوم 6 لحد هذا اليوم 19 13 يوم عندنا المؤتمر بتاع كاب 27 ودايماً بنقعد نتساءل حجم المكتسب الاقتصادي اللي حققته مصر على هوامش أو من قلب كاب 27 بالتأكيد في مكسب الاقتصادي منظور لكن الأقصر أهمية هو المكسب الاقتصادي غير المنظور المكسب الاقتصادي المنظور ممكن نتكلم على قدر المساندة التمويلية اللي التزم بها لوحة بتاع أمريكية أو ألمانيا أو غيرها ورقم مهم لكن الأقصر أهمية أنه المجتمع الدولي يتحدث إيجابياً عن مصر على مدى أقصد أو ما يقترب من أسبوعين العالم كله بيتكلم علينا فصاد ونشارة الأخبار بشكل إيجابي فمصر كانت مصار حديث المجتمع الدولي ده في حد ذاته له رقم مهم واعتبر يعني أنه إحنا عشان ندوج لمصر كل هذه المدة الزمنية بالتأكيد له تكلفة كبيره فمصر المجتمع الدولي كله بيتحدث عنه وأخذن في الاعتبار أنه كمان قادة العالم تأييماً كلهم جمع ومؤكد أنه كل وسائل الإعلام في كل دولة كانت بتتابع لقاءات رئيسها أو رئيس وزرائها وهو موجود في مصر وبالتالي دي مسألة مهمة جداً مش بس على المستوى السياسي لكن كمان على مستوى السياح وحيكو تتحدث منذ قليل عن السياحة والتطور السياحة والأرقام المعطبة لو بشكل مباشر بنتكلم عليها تأييباً ما يقترب من خمسين ألف كانوا موجودين بشكل غير مباشر العالم كله بنتكلم تأيباً تمانية مليار النازة ما بيتفتجوا على مصر مصر الأمينة مصر المستقردة مصر اللي بتتاجه للقصد الأخضر يعني مصر آيديال بقت نموذك العالم كله بيتكلم عليه إحنا الحقيقة خلال السنوات المعدودة الماضية عندنا مستهداف أن مصر تلعب دور مدكازي كان محطة مهمة للطاقة في المنطقة وفي العالم لا دلوقتي مش بقى الطاقة النظيفة مش أي طاقة الطاقة التقليدية وضيف لها الطاقة النظيف حلوة ومصر هتبقى محطة مهمة لإستقبال مشاعرات الهيدوجي الأخضر علشان يبقى ده المواجد الأساسي يعني أوروبا بتواجه عزم الطاقة رهيبة بيدوع على أي حد ينقصه ويحقيقة ممكن زيارة متعددة خلال الأشوال الماضية لمصر للإتحال الأوروبي فبالتأكيد مصر اللي بتاسع عندها تربط فيه متعلق بقى بشبكة القهربة يمينا يسارا شمالا جنوبا بنتكلم على الغاز وعندنا محطتين من بين الأكبر على مستوى الدولي فيه متعلق بيه الغاز بنورد بشكل مهم جدا الغاز للإتحال الأوروبي لكن كمان بنتكلم على أنه بداية إن شاء الله من نشرين 24-25 يعني على برد عامين ثلاثة بالكتير هيبقى مصر دولة مهمة فيه إنتاج العدوجي الأخط اللي هو هيبقى مكون أساسي فيه مزيج الطاقة مش بس داخليا لكن كمان على المستوى الإقليمي والدولي التفاومات اللي تمت الحية أرجوك الشامعي لا تمام التفاومات اللي تمت مع العديد من دول العالم والدوري المهمة الحية في طور العلاقة الاستراتيجية اللي بتربط ما بين مصر والإمارات أتصوى أنه عايكون كلتا الدولتين عيلعبوا دور رأس الحربة فيه جذب الإستسماعات صديقة البيئة وده الحية كمان مسألة أهم للغاية أنه قادر التنسيق العالي اللي تم خلال الأعوام الثمانية الماضية فيما بين مصر والإمارات أتصوى أنه المملكة العربية السعودية لا يساب عيدة عن هذا العمر لا واضح أنه التحالف والإستراتيجي مع الإمارات بيخدم مش بس على كل الجانبين لكن هيخدم ويستفيد منه المجتمع الدولي ككل وبالتالي احنا عندنا نموذج لمصر دولة بتتجه نحو الاقتصاد الأخضر في كافة مشروعاتها وإستسماعاتها يعني احنا بالتأكيد بتواجهنا مشكلة محتاجين قدر كبير للغاية من الإسماعات لكن كمان بنختص الإسماعات النظيفة صديقة البيئة ومحتاجين أنه العالم كله يتحدث عندنا إسماعات اللي بتاعتني مصر هي كلها في إطار الإسماعات صديقة البيئة لما يكون كمان معانا دولة زي الإمارات العربية الحية من الدول اللي كلنا الحية بنعتز بها الشعب مصري بيحب الإمارات بشكل غير طبيعي الحية وطبعا بتتذكر بكل الخير العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين العلاقة الوثيقة فيما بين سمو الأمين محمد بن زايد ورئيس عفتاه السيسي بنشوف زيادات الحية مكوكية ضيحة جاية هنا ده مرضة وده مرضة والحية ده بينعكس إيجابين مش بس في إفادة الدولتين لكن إفادة المجتمع الدولي ككل فاحنا الحية محتاجين أنه المنطقة دي تكون الهب أو المدكس بتاع الطاقة النظيفة على مستوى الدول حلو طيب ترجمة نانسي قنقر